أشهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بالجهود التي تبدلها اللجنة الطبية العليا ولجنة الاستغاثات الطبية في التعامل مع استغاثات المواطنين وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم مشددا على أهمية استمرار تلك الجهود تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير الرعاية الصحية الشاملة واللائقة للمواطنين جاء ذلك خلال استعراض رئيس الوزراء لتقرير مقدم من المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء رئيس لجنة الاستغاثات الطبية حسام المصري ذلك حول جهود اللجنة الطبية العليا ولجنة الاستغاثات خلال عام 2021 وخلال التقرير أوضح المصري أنه تمت الاستجابة خلال العام الماضي لنحو سبعة ألاف وإحدى وخمسين حالة تم رصدها عبر الصحف والمواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعية مشيرا إلى أن الاستجابات قد شاملت صدور 1748 قرار علاج على نفقة الدولة للفئات الأكثر احتياجة فضلا عن إجراء 2526 عملية جراحية وإصدار 152 قرار خاص بإجراء عمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي ترجمة نانسي قنقر